يجدد النادل آهلي مطلبه تاني بخبير تحكيم أجنبي يأكد النادل آهلي على الجيم اللي لعبه الموسم الماضي في المباراة الحاسمة والحماسية باللعب بتحكيم أجنبي لكن الأهم من كل ده يتعرض كل مسؤول في لجنة الحكام للمسألة ويكون في شؤون قانونية مشؤون قانونية حقاة بالنتيجة يوم الخليس لا مش من داخل الاتحاد لا أنا أبسخ في كابتن جمال صدق لا أصل كابتن جمال صدق حقا مع الحكم أنا مش بكلم عن تقم التحكيم أنا بتكلم اللجنة تفرق من بسقة من وزارة الشباب والرياضة يتم الله يخليك بلاش هنقم اصترك ربنا ما أنا عارف هتفلف وشنا زي الدرج اللي تحط فيه خطاب النادل آهلي عشان أحفرصك اصترك ربنا بلاش يعني خلينا نتكلم شعبيا بقى لأنه ده مهم جدا أنه أنت بتكلم على ملايين من الجماهيات بتشوف من الأسبوع الأول هناك توجه إنك ما تكسبش بطلط الدور العام أولا لازم أنا بتكلم غلط لا 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 لازم لك من الحكام بعد ما تم نشر التسريب اللي حصل تنشره على صفحيتها الرسمية لأنه لما كنت بطالب بنشر التسريب يتم نشره على طريد كلاتنبرج إن فيه اتحاد محترم وفيه صفحة رسمية للاتحاد يتم نشر ما تم في تقنية الفيديو عليها وتحويل الطاقم مش بس للتحقيق لا أنا وجهة نظري إن كمان للتحاد يحول إبراهيم مردين لأنه طرف في الأزمة يحول السيد مراد لأنه طرف في الأزمة يحول أيضا الكابتن محمد فاروق للتحقيق يتم التحقيق معهم إزاي خبر أو تسريب زي ده بيخرج وإنتوا اللي بتطولوا الأزمة لأننا مش عارف أكلم مين التسريب ده طالع بقاله أكتر من 48 ساعة التسريب ده طالع بقاله أكتر من 48 ساعة أنا عارف نحراك مردش تزيعم ورفضت تماما هذا الأمر إنه هذا التسريب يزاع عشان هدراك تبقى عارف لأنه دي مش طبيعتي وأنا بكره موضوع التسريبات ده كراية التحريم يعني لكنه التسريب زح عشان كده بنقول كان لازم يطلع على منصة الاتحاد إحنا مش بنقض نفسنا إحنا عشان كده بنقول إيه كان لازم يطلع على منصة الاتحاد نازم النادي الأهلي يطالب من الاتحاد الحالي إنه هو يقوم بدوره شوية النادي الأهلي يا كابتن بيطالب الاتحاد في كل الأمور إنه هو يقوم بدوره في التحكيم يقول له قوم بدورك وهات خبير تحكيمي في التسنين يقول له قوم بدورك وحقف ملف التسنين في كل الملفات بيقول له قوم بدورك وعملها طب المفترض النادي الأهلي يعمل إيه هل هو يديري المسابة طب هل أي حد عاقل شايف الرياضة المصرية بالشكل ده يقدر يلوم على النادي الأهلي القرارات والبيانات والخطبات اللي بيرسالها للاتحاد المصر للكرة القرم